المترجم للأخرى هذا العملية يجب أن نقوم بحاجة لكرة لنقوم بحاجة لصبار الغباب 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 يضع طوور المشكل كوروة جيدة وكما كانت محطة المشكلة كانت تمنى أن المدرب يعمل عليه قلنا زريدة عند بنغيت نرى ما سنقص بنغيت العند الصبان هذا هو رجع على الصبان الصبان ومزيانة هذه الدكية من ناحية بنغيت لأنه هنا الكوروة كانت مصدود ما سنقص المدافع كان كانوا ثلاثة في الفلوندغوة هذا هو جيد لذا نعود نقلب اللعب مزيان لنفس اللعب الليمن وعطاها الوسط للصبان الصبان سيجعل بنغيت في الطريق بنغيت سيعطيها الخابة وخابة سيعطيها بنغيت سيصبح الزريدة يمشي من فرد أمام المرمق هذا هو شتيه سيزريدة فين ضربها راح صيد الحمال شتيه سيزريدة في الطريق يعني كان من فرد بالحريس رب واحد هو صعب يتضربها في الطريق كورة ضاعت وهذه هي آخر نقطة عندي يعني ما هكم النقطة عندي ما سيحصل واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة 11 دفعه يقول لك شخص واحد يقول وراء كلهم عشرة منهم في الأشياء أحد أحد يتلك من الجديدة 10 دفعه لا يمكننا أن نزيدهم ومعناه هذا أننا لدينا ضعف كبير على مستوى إنهاء لهم لدينا شيئ قليلا لدينا ضعف كثير لذلك هنا هذه خدمة المدذيب هو الذي يجب أن يوقف على هذا الشيء وعندما يقلس مع اللعابة ويشوف المشكلة ويعالجوا لأنهم يحتاجون للعابين أن يرجعون بعد فترة التوقف يجب أن يكونوا أبوان ويكونوا في مستوى قميص الرجاء البيضاء